السلام عليكم و اهلا وسلام فيكم في قناة ناصر جيمرزون الدفع الاولى من العاب الجيم باس الجديدة لشهر خمسة تم الكشف عنها من قبل مايكروسوفت رح نشوف نزول لأربع العاب على الجيم باس سواء كان الاكس بوكس او الكمبيوتر خلال اول اسبوع من شهر خمس ان شاء الله وبالاضافة الى نزول هدول العاب الجديدة على الجيم باس للأسف رح نشوف مغادرة لتمنى العاب من العاب الجيم باس واللي كلهم رح يغادروا الخدمة يوم 15-5 انا في هذا الفيديو رح حكي فيه تفاصيل خفيفة لطيفة عن الالعاب الجديدة والالعاب المغادرة عشان احمسكم انكم تلعبوهم بس ينزلوا او انكم تستغلوا الوقت القليل الباقي لالهم في الجيم باس وتلعبوهم قبل مايغادروا الخدمة بس قبل انبلش ارائت لا تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لكل اشي في عالم الالعاب عموما واكس بوكس خصوصا فخلينبلش باول لعبة رح تنزل على الجيم باس واللي هي منقدر نحكي بكل ثقة انها رح تكون اضخمهم واللي هي لعبة تومبريدر ديفينيتيف ايديشن طبعا هاي اللعبة هي فعليا الجزء الاول من ثلاثية لعاب تومبريدر بشكل هال الجديد اللي نزلتها كريستال دايناميكس واللي كان اول جزء لالها في عام 2013 فعليا اول جزء نزل على اجهزة الاكس بوكس 360 بالاضافة بلاي ستيشن 3 ونسخة الديفينيتيف ايديشن هي النسخة اللي نزلوها على بلاي ستيشن 4 والايكس بوكس 1 واللي فيها كان بعض التحسينات عن الرسوم والاداء بشكل عام لعبة تومبريدر ديفينيتيف ايديشن كانت بيوم من الايام اصلا موجودة على الجيم باس وشفناها بتغادرة وهين الان عم نشوف عودلة الها والان بنزول هاي اللعبة بنشوف انه 30 تلعاب تومبريدر الان صارت كلها موجودة على الجيم باس سواء كان Tomb Raider Definitive Edition أو Shadow of the Tomb Raider أو Rise of the Tomb Raider لعبة Tomb Raider Definitive Edition رح نشوف قصة تضعنا في بدايات بطلتنا لارا كروفت بحيث أنه منشوفه لسه سنفورة مبتدئة رح نشوف قصة رح تأخذنا بشخصية لارا كروفت إلى جزيرة باسم يامتاي عشان تبحث في موضوع القصص الغامضة اللي دائرة حوالين هاي الجزيرة وخصوصا موضوع القبيل الساكنتة واللي الرواية بتحكي أنه الملكة تبعيتهم يمتلك قدرات خارقة قادرة على التحكم بالجو وعمل عواصف لتدمير السفن اللي بتقرب من هاي الجزيرة لعبة Tomb Raider Definitive Edition هي لعبة مليانة بأكشن عنيف وسريع من أول اللعبة إلى آخرها بالإضافة طبعا إلى القصة اللي أنا بالنسبة لإلي بعتبرها هي أفضل قصة من أزاء العاب Tomb Raider الثلاثة إذا أنت كنت من الناس اللي بيحب يختم الأدشيفانس في ألعابه فهي اللعبة رح تحتاج منك 40 إلى 50 ساعة عشان تقدر تختم كل الأدشيفانس اللي فيها رح يكون فيه أدشيفانس بالتركيز على طور القصة بالإضافة إلى بعض الأدشيفانس اللي رح يحتاج أنك تلعب مود الملتيبلاير الموجود في هاي اللعبة بس أتوقع أن هذا المود هو شبه ميت في حالة لعبة Tomb Raider Definitive Edition وعدد اللعب ممكن يكون ضعيف فمشانك إذا أنت بدك تلعب هاي اللعبة عشان الأدشيفانس اللي فيها بدك تدير بالك أنه بعض الأدشيفانس ممكن يحتاج منك الأمر أنك تضطر تترجى الناس أساسي لعبوا هاي اللعبة معك عشان تحصل على الأدشيفانس اللي فيها بس بشكل عام تعتبر هاي من الألعاب اللي أنا بنصح لكل أنه يلعبها ويستمتعبتوا فيها لما تنزل على الجيمباس يوم 2-5 طبعا نزولها رح يكون على كل من الأكس بوكس جيمباس بالإضافة للبي سي جيمباس وهاي اللعبة بتدعم اللغة العربية بشكل كامل يعني رح تشوف فيها ترجمة ودبلجة للغة العربية وهذا صراحة شغلة من الشغلات الكتير حلوة في هاي اللعبة واللعبة الثانية على القائمة هي لعبة كونا توبروم هاي اللعبة هي الجزء الثاني من لعبة كونا اللي شفنا نزول على الجيمباس الشهر الماضي في لعبة كونا الجزء الثاني رح نرجع نلعب مرة تاني بشخصية المحققة في بير في مهمة جديدة بتاخده إلى المناطق الشمالية من كندا في حيث أنه منشوف أنه في قرية تعرضت إلى أجواء ضبابية غريبة ولا بيكون مطلوب مننا أنه نبحث في أسباب هاي الظاهرة الغريبة ونشوف شو القصة تبعتها ونحاول طبعا أنه ننهيها ونقضي على السبب تبعها رح تكون قادر على استكشاف العالم المليان بالثلج والضباب وتقابل بعض الناس الناجيين من هاي العاصفة وتواجه العديد من المخاطر اللي رح تخلي مهمتك تكون مش بالسهولة اللي انت بدك إياها الجيمبلاي العام في لعبة كونا الجزء الثاني رح يكون قريب جدا من لعبة كونا الجزء الأول بحيث أن هاي اللعبة ممكن نصنفها على إنها لعبة سورفايفور ومطلوب مننا نكون حدرين وجاهزين للعديد من الخاطر اللي رح نواجهها في تقدمنا في اللعبة إذن تلعبت الجزء الأول من لعبة كونا ففعليا ما رح تشوف فروقات كبيرة ما بينها وبين الجزء الثاني بس طبعا رح يكون في فروقات في الرسوم والجودة العامة في الجيمبلاي بالإضافة أن رح يكون في وسائل جديدة للتنقل في العالم مثل استعمال زلاجة بتجورها كلاب لعبة كونا تو بروم نزلت السنة الماضية وكان في رضا عام على القصة والأسرار الغامضة اللي رح نشوفها في اللعبة بس كان في بعض الملاحظات على نواقص فنية وتقنية ومشاكل باللداء واللي بعض هاي الشغلات أصلا كانت جاية من الرضافات الجديدة على اللعبة إذا أنت برضو من الناس اللي بحب تختم الأدشيفونس في ألعابك فبدي أن أبهك أن هاي اللعبة رح تحتاج منك من 30 إلى 40 ساعة أساس أنك أنت تحصل على كل الأدشيفونس اللي فيها لعبة كونا تو بروم رح تنزل على الأكسبوكس جيمباس والبي سي جيمباس يوم سبعة خمسة وللأسف هاي اللعبة ما فيها دعم للغة العربية واللعبة التاتي هي لعبة لتل كيتي بيك سيتي واللي هاي اللعبة رح تضعنا فيه شخصية هاي القطة واللي منشوفها بتضيع عن بيتها لسبب أو لآخر ومنشوفها على القانفة هاي المدينة بنامط رح يكون مبني بطريقة العالم المفتوح رح نكون قادرين على استكشاف هاي المدينة بكل المناطق الموجودة فيها واللي رح نقابل بعض الشخصيات والمخلوقات التانية اللي رح نتعرف عليهم ونصاحبهم ونساعدهم في عمل المهام الثانوية اللي طبعا رح يطلبوها مننا وبرضو رح نكون قادرين على انه نزعج الناس من حوالينا وننكد عليهم ونعمل بعض الكركبات من حواليهم من باب انه نعمل بعض الشغلات اللي رح تخليك انت تتسلى كلاعب وتنبسط على وقتك في هاي اللعبة لعبة ريتر كيتي بيك سيتي هي من الألعاب الجديدة اللي رح نشوف نزوله على الأسواق بالإضافة انه نزوله رح يكون مباشرة على الجيمباس واللي رح تنزل ان شاء الله يوم تسعة خمسة ونزوله رح يكون على الجيمباس للإكس بوكس بالإضافة للبي سي جيمباس وللأسف هاي اللعبة ما فيها دعم للغة العربية وفي حال طبعا كان بهمك موضوع الاتشيفانس في هاي اللعبة فللأسف ما رح أقدر رفيدك لانه مثل ما حكيت هاي اللعبة هي لسه جديدة وما في أي معلومات ممكن أشارككم فيها عن مدى سهولة أو صعوبة الحصول على الاتشيفانس في هاي اللعبة بس أتوقع أنها رح تكون من الألعاب اللي رح تكون فيها تختيم الاتشيفانس اللي فيها إشي ممتع وجميل إن شاء الله واللعب الرابع هي لعبة Brothers at Tale of Two Sons واللي هاي اللعبة هي من إبداعات مخرج الألعاب اللي بدان الأصل جوزيف فارس واللي نزلها في عام 2013 لعبة Brothers at Tale of Two Sons رح تطعنا بشخصية أخوين بنطلقوا في مهمة للعثور على دواء لوالدهم المريض الجيم بلاي العام في لعبة Brothers at Tale of Two Sons ما رح يكون مثل الجيم بلاي اللي منشوفه في ألعاب المغامرات الثانية بحيث أنه اللعبة رح تخليه قادر أنك أنت تتحكم بكل من شخصيات الأخوين بحيث أنه كل آخر رح تكون قادر على التحكم فيه بشكل منفصل باستعمال نفس الكنترولر هاي الفكرة رح تكون هي أساس اللعبة بحيث أنك أنت رح تواجه العديد من التحديات اللي لازم تلعب وتتحرك بشكل متزامن ومتناسق باستعمالها دول الأخوين عشان أنك أنت تقدر تتجاوز هاي التحديات وتنجح في مهمتك لعبة Brothers at Tale of Two Sons تعتبر من الألعاب الجميلة والعاطفية واللي رح تطلع إن شاء الله بتجربة لعبة تكون أكثر من ممتعة هاي اللعبة اللي رح تنزل على الجيم باس هي مش نسخة الريميك اللي شفناها نزلت هاي السنة بينما هي النسخة الأصلية واللي نزلت في عام 2013 ولأنه هون صراحة استغربت من هذا الإشي لأنه كنت متوقع أنه رح تكون هي نسخة الريميك بس ممكن تكون الأسباب اللي منقدر نعلل فيه هذا الإشي إنه نسخة الريميك أصلا فيها مشاكل تقنية وفنية وخصوصا على جهاز الأكس بوكس ومشانك ممكن مايكروسوفت نزلت النسخة الأصلية كتصبير رعبما ستوديو ستار بريز إنه يزبط النسخة الريميك ويحل المشاكل اللي فيها وبالتالي لما تنزل على الجيم باس تكون بدون أي نوع من أنواع المشاكل اللي ممكن تنكد على اللاعبين لعبة Brothers at Tale of Two Sons رح تنزل يوم أربعة عشر خمسة ونزولها رح يكون على كل من البي سي جيم باس والإكس بوكس جيم باس وللأسف ما فيها دعم للغة العربية وبحكم نكون خلصنا الألعاب الأربعة اللي رح نشوفهم بنزلوا على الجيم باس خلال النص الأول من شهر خمسة والآن رح ننتقل إلى الألعاب اللي رح نشوفها بتغادر الجيم باس يوم خمسة عشر خمسة والأول هم رح تكون هي لعبة باسم هاي اللعبة هي تصنف على اللعبة 2D Side Scroller Action RPG واللي رح تضعنا في عالم من ضمن الثقافة والفلكلور الآسيوي واللي رح نقاتل فيه العديد من أشباح والوحوش والمخلوقات اللي هي مستوحة من هاي الثقافة وهذا الفلكلور رح نلعب طبعا بدور شخصية هذا طارد الأرواح والإكسرست اللي رح نقاتل فيها قوة الشر اللي مسيطرة على هذا العالم ونحاول نقضي عليها ونرجع السلام إلى العالم لعبة إيستران إكسرست نزلت في عام 2022 وكانت حاصلة على تقييمات ممتازة جدا وكان فيه رضا على الجيم بلاي العام والقتال اللي كان فيها إذا أنت شخص بتحب ألعاب 2D Side Scroller فهي من الألعاب اللي أنت لازم تجربها وتلعبها قبل متغادر الجيم باس وطبعا في حال إذا أنت كنت بتحب تختم الأتشيفانز فلعبة إيستران إكسرست رح تأخذ منك وهو قريب العشرين ساعة وللأسف ما فيها دعم للغة العربية واللعبة الثانية هي لعبة أيضا كرونيكا رايزنج لعبة أيضا كرونيكا رايزنج تعتبر الجزء الأول من سلسلة العاب أيضا كرونيكا واللي نزلت في عشرين واثنين وعشرين إذا أنت بتتبع أخبار العاب الجديدة فأكيد بتعرف أنه لعبة أيضا كرونيكا هندرد هيروز واللي هي ممكن نعتبرها الجزء الثاني نزلت على الأسواق والجيم باس يوم واحد وعشرين أربعة لعبة أيضا كرونيكا رايزنج هي لعبة 2D Side Scroller Action RPG ورح نشوفها بتعيشنا قصة سابقة لقصة أيضا كرونيكا هندرد هيروز لعبة أيضا كرونيكا رايزنج تعتبر من الألعاب الجميلة اللي حصلت على تقييمات جيدة جدا إلى حد ما وإذا أنت حابب أنك أنت تتعمق في قصة أيضا كرونيكا هندرد هيروز فمو غلط أنك أنت تلعبها عشان تكون الأحداث كلها مفهومية إليك بشكل أو بآخر طبعا في حال حبيت أنك أنت تختم كل الأشيفانس اللي فيها فبدأ أطبنك أن هذه اللعبة تعتبر من الألعاب السهلة بس رح يحتاج منك الأمر أنك أنت تستثمر ما هو قريب العشرين ساعة عشان تقدر تعمل وتختم كل الأشيفانس اللي موجودة فيها بس الحمد لله ما في إش ممكن نعتبره أنه صعب أو مستحيل واللعبة الثاتي هي لعبة فيوغا ميلوديزو في ستيل 2 واللي هي تصنف علينا لعبة تاكتيكال RPG واللي بنلعب فيها بشخصيتها دول الناس اللي هم جزء من فريق جوه هاي الدبابة واللي رح تكون هي وسيلتنا للتنقل في العالم بالإضافة رح تكون هي جزء أساسي لا يتجزى من القتال والمعارك المختلف اللي رح نواجهها لعبة فيوغا ميلوديزو في ستيل 2 رح تكون مليانة بالعديد من القرارات والخيارات اللي رح تواجهها في تقدمك باللعبة واللي رح يكون إلى تأثير مصير على الشخصيات والعالم من حواليك تعتبر لعبة فيوغا ميلوديزو في ستيل 2 واحدة من أحلى ألعاب الار بي جي اللي ممكن الواحد أن يلعبها خصوصا بموضوع القصة والقرارات والتصرفات الأخلاقية اللي فيها في حال طبعا حبيت أنك أنت تختم كل الأتشيفانس اللي فيها فرح تأخذ منك ما هو قريب 25 إلى 30 ساعة وللأسف هاي اللعبة ما فيها دعم للغة العربية واللعبة الرابعة هي لعبة غوست لور واللي هي لعبة أكشن أر بي جي واللي رح نقاتل فيها العديد من المخلوقات المستوحى من الثقافة الأسيوية الجيم بلاي العام في لعبة غوست لور ممكن نعتبره أقرب ما يكون لألعاب ديابلو أو تايتان كويست وأتوقع هاي اللعبة رح تكون من اللعاب اللي ممكن تلفت انتباه اللاعبين اللي بحبوا هذا النماط من الألعاب رح تكون قادر على اختيار العديد من الكلاسز اللي طبعا رح تستعملهم في قتالك ومعاركك المختلفة ولي رح تكون طبعا قادر عنك أنت تطور هدول السكيلز وتحسنهم وتعدل عليهم وتخليهم يوصلوا لمستويات جدا عالية وبالتالي صيلة شخصية سفاحة قادر عنك أنت تدمر كل الوحوش الموجودة من حواليك لعبة غوست لور نزلت في عام 2022 وحصلت طرح تقيمات جدا ممتازة وأتوقع أنه هاي اللعبة رح تبسط أي حدا بحب نمط ألعاب ممكن يكون أقرب ما يكون لألعاب ديابلو وغيرها من ألعاب الأكشن RPG طبعا هاي اللعبة في حال حبيت انك انت تختم كل الأشيفونز اللي فيها وبرضو رح يحتاج الأمر منك استثمار جدا عالي من وقتك بحث أنك انت رح تحتاج من 20 إلى 30 ساعة كحد أقصى وطبعا هي تعتبر أن الألعاب اللي أنا بنصح لكل أنه يتفاد أنك انت تختم الأشيفونز اللي فيها لأنه فيه ممكن نعتبر ما هو مستوى عالي من الصعوبة بس إذا أنت حاب أنك انت تلعبها فقط من باب المتعة فمو غلط أنك انت تلعبها وتستمتع فيها واللعبة الخامسة هي لعبة Just Cause 4 واللي هي من اسمها الجزء الرابع من سلسلة الأكشن Just Cause واللي رح نشوف فيه عودة مرة تانية لعميل المخابرات الأمريكية ريكو ريدريغس فيه مهمة جديدة للقضاء على ديكتاتور جديد وإنهاء حكم الدكتاتوري القصة في لعبة Just Cause 4 هي امتداد بشكل مباشر للقصة اللي كانت في الجزء الثالث بس فعليا منكم نكذب على حالنا إذا حدى بلعب ألعاب Just Cause عشان القصة يصلي فيها طبعا اللي بالجاس Cause 4 رح تضعنا في عالم مفتوح رح يكون مقسم إلى العديد من مناطق اللي كل واحدة رح تكون أحلى من الثانية رح تشوف فناطق رح تكون جبلية ثلجية ورح تشوف فناطق صحراوية بالإضافة رح تكون في عندك مناطق مدنية وعمرية رح تكون طبعا شخصية ريكو قادرة على التنقل في هذا العالم باستعمال الوينكسوت تبعته أو باستعمال قرابلينغ هوك اللي طبعا تعودنا عليه في ألعاب Just Cause الثانية بالإضافة رح نشوف العديد من الشغلات اللي رح تكون جديدة لهاي اللعبة من تمام كانية استعمال بلونات الهواء دول للتنقل بالإضافة إلى المعززات الصاروخية اللي بنقدر نحطهم على أي شيء بدنا إياه وننطلق فيه بشكل صاروخي رح نشوف العديد من العناصر الجديدة اللي رح نشوفها في الجيم بلاي العام للعبة Just Cause وخصوصا موضوع العواصف والزوابع والعواصف الرادية رح نكون قادرين على استعمال العديد من المركبات والآلات العسكرية واللي رح نقدر طبعا نستعملها عشان شيل بخت وندمر كل إشيء ممكن نشوفه في طريقنا بالإضافة رح نكون في العديد من الأسلحة النارية اللي رح نقدر نستعملها عشان نقتل الأعداء ورح نكون في أسلحة جديدة بنشوفها لأول مرة في ألعاب Just Cause وخصوصا مسدس الهواء بالإضافة لمسدس الصاعق الكهربائية لعب Just Cause 4 أنا بنصح لكل أنه يلعبها ويستمتع بوقته فيها من قبل ما تغادر خدمة الجيم باس طبعا في حال حبيت أنك أنت تختم كل الـ Achievements اللي فيها فأتوقع أنه الفترة الزمنية ما رح تسعفك في هذا الموضوع لأن هذه اللعبة رح تحتاج منك من 60 إلى 70 ساعة عساس أنك أنت تحصل على كل الـ Achievements اللي فيها ومشانك النصيحة التابعة لكم تلعبوها وتستمتعوا فيها من بها فقط المتعة والاستمتاع بشكل عام واللعب السادس هي لعبة Norco اللي هي لعبة Point 10 Click Adventure واللي شفنا نزولها في عام 2022 فعالية لما تطلعوا على هذه اللعبة بمقاطة الجيم بلاي العام تباعها رح تشوفوها هنا لعبة بتخزو بتعر وتقرر لكم تشوفوا إشي تاني تلعبوه بس هاي اللعبة بكل أمانة وتعتبر واحدة من أقوى لعاب القصص اللي ممكن الواحد أن يلعبها رح تشوف فيها قصة جدا عميقة بالإضافة لبعض الشخصيات اللي ممكن نعتبرهم شخصيات مثيرة للاهتمام حتى بالإضافة للتصور الفني تبع هاي اللعبة ولا رح يرفت انتباهك بشكله بآخر أنا بكل صراحة كنت حابب أن أعمل دليل لهاي اللعبة وأختم كل الـ Achievements اللي فيها بس للأسف هاي نعم نشوفها بتغادر خدمة الجيم باز وما حققت الإشي اللي كنت بدي إياه بس هاي اللعبة بكل أمانة أنا بنصح الكل أنه يلعبها في حال طبعا كنت شخص يحب ألعاب الـ Point and Click Adventure فحرام أنك انت ضيّع هاي اللعبة عليك وروح يلعبها الآن واستمتع فيها بعد أنت حبيت أنك تختم كل الـ Achievements اللي فيها فهي من الألعابة جدا قصيرة بحيث أنك انت بتقدر تحصل على كل إشي فيها خلال فترة 8 ساعات لا أكثر واللعب السابع هي لعبة SD Gundam Battle Alliance واللي هاي اللعبة هي لعبة Action RPG واللي رح تضعنا بشخصيات القندام وننزل القاتل فيهم سواء كان في طور القصة لسينجل بلاير أو في مود الملتي بلاير رح تكون قادر على استعمال العديد من رجال ألليين القندام وتستعملهم في معارك اللعبة المختلفة لعبة SD Gundam Battle Alliance هي من الألعاب اللي حصلت على تقيمات ممتازرة من نزلت في عام 2022 وهي تعتبر من الألعاب اللي لازم تلعبوها وفي حال كنت بتحب شخصيات القندام أو الرجال ألليين بشكل عام في حال طبعا حبيت انك انت تختم كل الـ Achievements اللي فيها فرح يتاج منك الأمر من 25 إلى 30 ساعة وللأسف هاي اللعبة ما فيها دعم للغة العربية واللعبة الثامنة والأخيرة هي لعبة Superland 6 Inches Under واللي هي لعبة First Space و Metrovania طبعا بمأن هاي اللعبة بتركيز المتروتفانيا فرح يتطلقنا في عالم رح نكون قادرين على استكشافه بشكل جدا محدود وبعد تقدمنا في اللعبة واكتسابنا للعديد من القدرات الجديدة رح نبلش نقدر نستكشف أجزاء جديدة في هذا العالم طبعا الجيم بلاي العام في لعبة Superland رح يكون بتركيز بحيث انه رح يكون 55% منها مبنية على الاستكشاف و40% رح يكون مبنية على حل الألغاز و5% هي مبنية على القتال والمعارك طبعا في حال حبيت انك انت تلعب هاي اللعبة فرح يتاج منك الأمر من 8 ساعات إلى 20 ساعة هذا في حال اذا انت حبيت انك انت تلعبها من باب فقط الاستمتاع في القصة او اذا انت حبيت انك انت تحصل على كل الاتشيف انس اللي فيها بس بشكل عام انا بنصح لكل انه يلعبها اللعبة لانه بكل امانة تعتبر واحدة من الالعاب المميزة والممتازة واللي لازم الكل يجربها قبل ما تغادر خدمة الجيم باس لانه اتوقع ان رح تعجبك على الاكيد وبهيك بنكون خلصنا كل الالعاب سواء كانت اللي رح يتغادر الجيم باس اول اللعاب الجديد اللي رح تنزل عليه في نهاية الفيديو لا تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لمزيد المحتوى شاكرا لكم للمشاهدة نشوفكم ان شاء الله فيديو محتوى تاني فاتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم